أعلن نائب الرئيس عثمان كبر بعدم التهاون في أمن ومكتسبات الوطن والمواطن وقر لدى مخاطبة احتفالا بتدشين مشروعات بمدينة الفولة بغرب كردفان أقر بوجود أزمة اقتصادية وقال إن الأزمة الاقتصادية شارفت على الزوال وامتدح كبر تماسك مجتمع غرب كردفان واحترامه للسيادة الدولة والقانون وقال إن حكومة الوفاق الوطني التي شكلت من مختلف ألوان الطيف السياسي والمجتمعي قادرة على إدارة البلاد وتجاوز التحديات الماثلة في مختلف المجالات وأقول لأهلنا الكرام في الفولة أو لأهل السودان من الفولة نحن أخوانا الآن في الفولة وبنتكلم مع أهل الفولة وهم قدامنا ناس الفولة وينتوا شايفينهم وأنه نحن نبتكر أنه الطرح الموجود في الحكومة حكومتنا حكومة الآن الماشية حكومة البرنامج الوطني أو حكومة الوفاق الوطني اللي نحن ما شن فيه الآن هو برنامج هامل ضم عدد كبير جدا من الفعاليات السياسية وحكومة قاعدات عريضة جدا اشتركت فيها المجتمع هذا بكل مكونات والوانطيف السياسي والوانطيف الجيهوي والقبلي ويخوانا إلا من أبى وأكد كبير أن البرامج التي يقدمها ديوان الزكاة والتي تشتمل على الشرائح الضعيفة والمحتاجين تعتبر المنهج الذي تتبعه الحكومة على كل المستويات في تقديم الخدمات التي تمس أمن المواطن وترفع من مستوى دخله وتحسن من مستواه المعيشي هذا عمل يخاطب المجتمع ويتناول مباشرة قضية المواطن ويهتم بأمر المواطن وده المنهج المطروح والبرنامج الموضوع من الحكومة في الصيفة عامة ولهذا 23 ألف أسرة تستهدفها هذا البرنامج برنامج الزكاة وتقدم مناشط متنوعة لمحتاجين مختلفين في هذه الولاية في وقت الناس كلهم بكونوا في حاجة ماسة لأي خدمة تقدم لهم من جهتي قال والي غرب كردفان أحمد عجب الفياء إن الولاية رفعت شعار الزيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بالفقراء وكفالة الأيتام وأشار إلى أن ولايته ذاخرة بثروة الحيوانية كما حي الوالي الأدوار الفاعلة التي طلعت بها الإدارة الأهلية في التعاون مع دوان الزكاة في جمع الزكاة الأنعام وأكد تسخير كل إمكانيات وقدرات الولاية لخدمة المواطنين نحن مهمتنا في هذه البلد نرفع شعار الإنتاج والإنتاجية نكفل للأيتام نبني المدارس نعلم الناس دي مهنتنا نحن أصلا أهل أفكار وأهل غدرات لخدمة أهلنا نحن في الولاية دي لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وجماعنا الزكاة كاملة أنا أكد نحن بنكفل ستمائة ألف نخرج من دات الفقر ستمائة ألف الكلام دي بالأرغام تلاتة وعشرين مليون راس مليون مواشي دي مراه زكاة ستمائة ألف لو مدرزوا ستوا بقلات تاني بفكر